رجل أعمال له زوجة وأربعة أبناء كان يمضي معظم وقته في العمل وفي يوم قرر إعطاء نفسه إجازة لمدة ثلاثة أيام اليوم الأول يقضيه مع أخيه الذي لم يقابله منذ عام واليومان الآخران يقضيهما مع أسرته حتى يطمئن عليهم بعدما علم أنهم غير سعداء ودائما في شكوى وهم ذهب رجل الأعمال بسيارته إلى شقيقه وبعد الغداء خرج للتنزه معا وعندما سمع أذان العصر دخل المسجد للصلاة وبعد الانتهاء من الفريضة قام إمام المسجد وطالب المصلين بالتبرع ولو باليسير لترميم المسجد وجمعت التبرعات ولكنها كانت قليلة فقام رجل الأعمال وقابل إمام المسجد وسأله عن اسمه ثم كتب له شيكا بمبلغ كبير جدا أدهش الإمام الذي قدم له الشكر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم غادر وشقيقه المسجد وتوقف عند إحدى محطات الوقود وفجأة نزل رجل الأعمال من السيارة واتجه إلى ثلاث سيارات فارهة غالية الثمن وأصحابها بجوارها وعندما رأى أصحاب السيارة رجل الأعمال أخذوه بالأحضان وبعد الحديث معهم عاد إلى سيارته وهو حزين والتزم الصمت فسأله شقيقه عن سبب حزنه وتغير حاله فقال له هؤلاء الشباب هم أبناء صديقي وشريكي سابقا رحمه الله وكان يبخل على نفسه وأولاده أما بعد وفاته فقد استمتع أولاده بثرواته واشتروا القصور الفخمة والسيارات الفارهة ولا عمل لهم سوى السفر والرحلات خارج البلاد وفجأة عاد رجل الأعمال بسيارته إلى المسجد وطلب من الإمام الشيك فدهش الإمام ولكن رجل الأعمال طمأنه أنه سيرمم المسجد على نفقته كما تكفل بمجموعة من الأيتام والأسر المحتاجة وقام بتجهيز الفتيات والشباب غير القادرين على الزواج وعندما سألته زوجته عما تبقى له من مال ابتسم وقال لها إن مالي الآن أكثر مما مضى فأرباح المشاريع التجارية تضاعفت ورأس مالي تضخم ولله الحمد وانظر إلى أبنائنا لقد أبعد الله عنهم الهموم والأحزان والقلق وشفاهم من الأمراض والوساوس وأصبحوا سعداء مثلي تماما وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما توضع أحد لله إلا رفعه الله فالمال مال الله عز وجل قد استخلفنا فيه ليرى كيف نعمل ثم هو سائلنا عنه إذا قدمنا بين يديه من أين جمعناه وفيما أنفقناه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات من تجري من تحتها هناك وقد أنجبت ثلاثة أبناء هم إخوتكم فخذ هذا العنوان واذهب إليها وأعطيها ميراثها وساعدها إن استطعت ثم توفي الأب وحضر الأخ الأكبر هو وإخوته عند القاضي لتوزيع الإرث فتنبه لوصية أبيه وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة لذلك أخبر القاضي بزوجة أبيه فأوقف القاضي توزيع الإرث حتى حضور الزوجة في الجلسة سافر الإبن إلى إندونيسيا وبعد عناء في البحث وصل إلى بيت بسيط فطرق الباب وخرجت إليه سيدة محجبة فعرفها بنفسه وأخبرها بوفاة أبيه وأنه يلزم حضورها معه إلى بلدهم بطلب من القاضي فسافرت معه وأخذت نصيبها من الإرث وكان مبلغا كبيرا وبعدها طلبت من الإبن الأكبر أن يذهب بها إلى مكة لأداء العمر فلبى طلبها ثم عادت إلى بلادها وبعد عام اشتاق الإبن الأكبر لزيارة زوجة أبيه ورؤية إخوته وعند وصوله إلى بيتها لم يلاحظ تغييرا على المسكن من الداخل والخارج نفس ما رآه أول مرة فسألها أين أموالك التي ورثيها فقالت له في الصباح سنذهب معا إلى مكان أموالي وأثناء ذلك دخل عليهما أكبر أبناء زوجة الأب وعمره عشر سنوات فسأله أخوه هل تحفظ شيئا من القرآن فقال له نعم أحفظ القرآن كاملا فتعجب الأخ الأكبر فقالت له زوجة أبيه إن ولدي الأصغر منه يحفظ نصف القرآن أما ابنتي الصغيرة وعمرها أربع سنوات فتحفظ جزء عامة فعندما يبدأ طفلي في الكلام أقوم بتحفيظه القرآن ثم أجري مسابقة في الحفظ فمن يحفظ أولا هو من يختار وجبة العشاء في تلك الليلة ومن يراجع أولا هو من يختار أين نذهب في عطلة الأسبوع وعلى هذه الحالة أخلق بينهم التنافس في الحفظ والمراجعة سر الإبن الأكبر كثيرا بإخوته وبأمهم الصالحة التقية وظل طوال الليل يستمع للقرآن من أصواتهم الجميلة وفي الصباح ذهب مع زوجة أبيه إلى مركز المدينة وهناك شاهد مركزا إسلاميا كبيرا باسم أبيه للتحفيظ والتعليم وبه دار أيتام وقالت له زوجة أبيه هذا المركز صدقة جارية لأبيك بكى الإبن الأكبر ووقف مذهولا من صدق ووفاء هذه السيدة مع أبيه ثم عاد إلى بلده واجتمع بإخوته في نفس يوم وصوله وأخبرهم بما رأى وتبرع الإخوة بمبلغ كبير لإقامة مشاريع خيرية لأبيهم لقد علمتهم زوجة أبيهم الوفاء وحب الآخرة على الدنيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين رجل ثري تزوج من فتاة صالحة وعندما أنجبت له بنتا غضب وقام بتطليقها وطردها من البيت فاستأجرت سكنا وعملت بوظيفة حكومية وقررت التفرغ لتربية ابنتها وعدم الزواج مرة أخرى بينما تزوج والد ابنتها أكثر من مرة وعندما تنجب له الزوجة الجديدة بنتا يقوم بتطليقها وطردها وظل على هذا الحال لعشرين عاما وفي أحد الأيام طلب من صديق له أن يبحث له عن فتاة جميلة ليتزوجها بعدما رفض الكثير من الآباء تزويج بناتهم له بسبب غدره بكل زوجة لا تنجب له ولدا فأخبره صديقه أنه يعرف أما لفتاة تعمل معه وابنتها على خلق ودين وتتمتع بجمال شديد وربما وافقت الأم على زواج ابنتها به نظرا لظروفها الاقتصادية وحاجتها للمال ففرح الرجل الثري كثيرا وطلب من صديقه أن يحدد معادا مع أم الفتاة ليذهب إليها ويخطب ابنتها فوافق صديقه وتحدث مع والدة الفتاة وحدثت له موعدا وقبل الموعد بنصف ساعة ذهب الرجل الثري مع صديقه إلى بيت الفتاة محملا بالهدايا والذهب لها ولأمها واستقبلتهما الفتاة بأدب شديد وأجلستهما وطلبت منهما الانتظار حتى تنتهي أمها من الصلاة عند رؤية الأم للرجل الثري بكت وثارت وأخذت تردد اسم الرجل الثري فنظر الرجل الثري لوالدة الفتاة وتأمل ابنتها فأصيب بصدمة شديدة وبدأت الدموع تذرف من عينيه وهو يقول للفتاة أنت ابنتي ابنتي ثم أخذها بين أحضانه وظل يبكي وصديقه يحاول تهديئته وندم ندما شديدا على ما فعله مع أمها ومع زوجاته الأخريات وحرمانه لبناته من حنانه ورعايته وطلب من ابنته وأمها أن يسامحا فابتسمت له ابنته وقالت له سامحتك يا أبي ولكنك أخطأت في حق الله قبل أن تغطئ معنا استغفر الله وتب إليه ثم حاول أن تعرف طريق بناتك الأخريات وتعوضهن عما فات من تقصيرك معهن ثم ذكرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر أدخله الله الجنة أقسم الأب لابنته بأنه عرف خطأه ونادم ندما شديدا ووعد ابنته بالبحث عن بناته والوقوف بجانبهن ثم طلب من والدة ابنته أن توافق على الرجوع إليه زوجة جديدة فوعدته بالتفكير في هذا الأمر بعد أن تراه أصلح ما أفسده تفكيره السيء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر